لإنهاء معاناة قرابة خمسة آلاف مواطن يسكنون في منطقة المصيفي فالتابع لقضاء الناصر شمال الناصرية من خلو منطقتهم لأبسط الغدمات الصحية ولكي يستشعر قيمة الابتسامة على وجوه الآخرين قام أحد المواطنين من ميسوري الحال من أهالي المنطقة بالتبرع بقطعة أرض مساحتها ألف كيلومتر مربع وبناء مركز صحي عليها جاء ذلك بعد مفاتح الدارة صحة ذيقار والاتفاق معها على إنشاء المركز نحن أهالي منطقة المصيفي حقيقة منطقتنا تعاني معاناة الخدمات عندنا معدومة ومنها الخدمات الصحية بادر أخوي الحاج صلاح خشان ببناء مركز صحي على أرضه وتكلفة البناء من ماله الخاص بناء بصورة صحيحة وبناء جيد وقام بتأتيث المركز وكل احتياجاته عندما وجد أن هذه المنطقة تفتقر إلى المركز الصحي أو الرعاية الصحية قام ببناء هذا المركز الصحي على حسابه الخاص وقد جهزه بكافة الوسائل وهذا المركز الصحي يخدم حوالي خمسة آلاف شخص المركز الصحي الذي فتح بوابه للمواطنين المرضى في هذه المنطقة أنجز على مساحة تقدر بمائتين وخمسين متر مربع وضمن المواصفات التي حددتها دار الصحة الذيقار حيث تم تأثيثه أيضا من قبل المواطن المتبرع ليقدم بذلك الخدمات الأولية للصحة ويخفف من معاناة دامة السنين أنا أحد موظفين مركز اليوسف الفرعي التابع القطع النصر دائرة الصحة الذيقار هذا المركز بني في منطقة تالم صيفي بجهود أحد المتبرعين المركز يقدم خدمات صحية بسيطة هي أدوية بسيطة للأمراض بسيطة تابقى صبات الأمراض البسيطة وكذلك يقدم خدمة تداوي وضماد وزرق الأبر وتأتي هذه المبادرة لتستحاجة فعلية لمنطقة سكنية تتكون من عشرات القرى لا يتوفر فيها أي مركز صحي يذكر أن المواطن ينتمي إلى عائلة كانت قد تبرعت ببناء مدرسة عام 1932 الحمد لله والشكر من الله سبحانه وتعالى نزقنا بهذا المشروع هو هو مشروع خير إن شاء الله قبل كنا نعاني بشكل معاني زرق أبر لا نقدر مثلا ناخذ مريضنا مريضنا نحتار به بعضي منطقة يعني منطقة شبيرة تحتاج إلى مستشفى إلى خدمات إلى زين فهذا الحمد لله والشكر موجودة العلاج موجود تبن المواطن فكرة التطوع بالوقت والجهد والمال والخدمة لحل مشكلة ما سيكون لها بالتأكيد انعكاسات إيجابية على الفرد والمجتمع لتكون قمة العمل الإنسانية وحافزا لموادرات تطوعية أخرى وهنا تكمن قيمة هذا العمل التطوعية لبرنامه الصباح الخيرية عراق سین الجوراني الناصرية